اشتركوا في القناة وفي آداننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا هو ويل للمشركين الذين لا يخطون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها راسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استغى إلى السماء وهي ذخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت جاءتينا طائعين فقضاهن تبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمطابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنزرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلبهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم لنذيقهم عذابا خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أغزا وهما ينطرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم طائقة عذاب الهون بما كانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يدعون حتى إلى ما جاءوا ما شهد عليهم سمرهم وأبطارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمركم ولا أبطاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبعتم من الخاترين فإن يصبروا فالنار مسول لهم وإن يستعفروا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ومن خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاتلين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن ولو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء لا همار لهم فيها دار القرد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة أن لا تقعوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعون نزلا من غقول رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا لدو حظ العظيم وإما ينزلنك من الشيطان لك فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آيات للليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ما أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين ينشدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن ينطع في النار خير أم من يأتي آمنا لليوم القيامة اعظلوا ما شئتم إنه بما تعملون بطير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة ولو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجمي لقالوا لولا كثلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يقلون في آبان وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد